المقهى المقهى ليست فضاء فقط للنمين ليست لاحتساء كؤوس الشاي أو القهوة ولكنها فضاء للنشوة والاستمتاع والتأمل المقهى ليست معنى المقهى ليست معنى المقهى ليست معنى لكي نتموقع ونطل على الأشياء الخافية في هذا الحياة L'hôtel Balima a ouvert ses portes depuis le 1er octobre 1932 donc c'est un hôtel qui a été fondé par trois familles françaises qui s'appelaient dans le temps la famille Bardi, Liorrel et Mathias et c'est de là justement que vient la dénomination de Balima ils ont pris uniquement les deux premières lettres de chaque nom de famille et qui a constitué le nom Balima L'hôtel Balima il est un groupe de l'hôtel votre nom de famille ce n'est un homme dans les états une personne qui n'est pas les états qui n'est pas l'est-à-t-le-t-le-t-be-t-à-t-e-t-e et qui n'est pas le port portes et qui n'est pas l'est-à-de-magne موسيقى الليل سلملكي بغير يدخل الباليما بحيد بغير يدخل واحد استوديو كي قد دخلتو وكيدخل بحيد دخل استوديو كانت متميزة باليما كان مقهى مفتوح على الشارع يعني كان الغرض في الجلوس في باليما بصراحة أن نتأمل الغادين الرائحين والرائحات وهم أيضا يتأمل الناس الجالسين تحت تلك الأشجار الظليلة المخضرة فكان عبارة عن مقهى أقرب ما يكون إلى المسرح مسرح حياة هذه المقهى التي سعتبر قلب الرباط والرباط هو قلب المغرب لو تكلمت وقالت لنا أي الرجال كانوا هنا ما الذي تم من قرارات ومن تفاع الفكر ومن تنقضات سياسية ومن سجال كلامي بين السحفيين والمبيعين والمفكرين لستطعنا أن نخرج بعشرات المجلدات موسيقى 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 بالطبع أنني لم أكن هناك لذلك لذلك ولكن هناك موسيقى موسيقى وهناك موسيقى وهناك موسيقى وهناك موسيقى وهناك موسيقى وهناك موسيقى 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 العالمية التي زارت فندق ومقهى بليمة أشير إلى الزعيم الجنوب الأمريكي الأرجنتيني تشي ينزل في محطة الرباط محطة القطار القريبة من مقهى بليمة ويجد نفسه محاطا برجال الأمن والبوليس لأن الاستخبارات كانت تطارد خطواتي على المستوى العالمي المخابرات الأمريكية وعلى المستوى الجهوي والوطني فتم اقتياد تشي ورفاقه الأربعة إلى فندق بليمة حيث ظل هناك محتجزا إلى أن تدخل رئيس الحكومة عبد الله إبراهيم الذي طلب من القصر الملكي أن يتم الإفراج عن الزعيم الكوبي ورفاقه موسيقى جمع الطاقة والعاون انهoto Le Petباليما كمه لغتباليما لغتباليما المتجنع اللغتباليما يوجد في مصمم المعلومة التي توجد في الطاقة إبداة محمث V مكتباليما يوجد في الساعة لاحقه فيتداً ماهتم RIGHT مصمم يوجد طريق كاملك من يجب أن أن يكونونهم أماهم قد تشكروا التصوير مثلنا المترجمات и اتقالية سعود طريقاً فهو مفرس نحن بسيطة و يجب أن نتعرف على الهترسة بها في الخارج أو في الخارج أو في القهوة أو في الشاي أو في المناطق أو في سبيل المترجمات و يجب أن نعرض أن يكون لديه ها هو المكان مكان بليمة الذي حل به قفارة في أواخر الخمسينيات بدعوة من المغرب يأتي إليه شاعر كبير هو أحمد فؤاد نجم سنة 2008 بدعوة من وزارة التقافة المغربية سيقيم في نفس الفندق وفي غرفة قريبة من الغرفة التي كان محتجزا فيها تشي قيفارا هو الذي كتب أغنية جميلة لحناها الشيخ إمام وغناها الشباب العرب المتحمس من المحيط إلى الخريج أعني بذلك أغنية جبارا مات فهذه هي فضاءات هي كانت تعمر بليمة فنانون سينمائيون مصرحيون صحفيون أذكر أيضا سلطان بليمة هذه الظاهرة الذي قيل عنه الكثير رجل المتعة والمقالب رجل كله في شكله وفي علاقاته وفي ملابساته وفي مغرباته أيضا كان يعطي لبليمة روح كان محتال على البرلمانيين وكان يقتل بليمة باعتبار أن أغرب البرلمانيين كانوا يتقوا في بليمة السعب السلام بديب أو سلطان بليمة كان يرتدي لباسا مخزنيا يهم من خلاله زبناءه والناس الذين يغرروا بهم بأنه من القصر الملكي بأن له علاقات وبأن يمكنه أن يتدخل إما لإطلاق ساجين أو للاستفادة من أرض أو للاستفادة من دونيا السلطان بليمة كان صاحبي كان يقلس عندنا كان يحضر معها وكان يحضر معي وكان ضحكوا لكن كان ملكي هو كيفاش يخدم وكيفاش يحضر مع الناس كيفاش متوا مع متى الدخل من أشهر الحكايات التي ترتبط بسلطان بليمة أنه استطاع مرة أن يقنع فرنسيا بشراء مدافع قصبة لودايا أشهر الحقيقة أشهر الحقيقة اللاحhu كان إذا كنت أط complicated كان إذن كان كان لأد\' peaks وكاننا بتعبر وتصميمك كان المتقفين هنا وكانوا متقفين هنا كان ماتذي ماتذي كانوا رgoما في فترة معينة من تاريخ هذه المقهى سيتم اختراع اسم دال وخاص هو راديو باليمة ومعنى ان هذا المقهى ليس مقهى عاديا بل مقهى يمكن ان ينتج الخبر كان فيه عدد من الامور الاشجار الظليلة جدا والمخضرة في واجهة المقهى النوادي او الندل اللي هي جمع نادل الذين كانوا يرتدون الوزرات البيضاء مقهى بليمة حاولت ان تفرض نوعا من الاستقرار بحيث النادي يعرف زبونه متقفان او شاعران او مسرحيا يعرفوا النوعية المشروب الذي يطلبوه يهبوا الى خدمته بطريقة حسنة بالنسبة لي باليمة بحل مواطن فلسطيني مع فلسطين باليمة بالنسبة لي هي مقهى الشاهد انا كان لدي قصتي حب بهذا المعنى في باليمة التقينا بصدفة في باليمة على فنجان قهوة فتحولت الى فنجان للحياة باليمة استطاعت عبر هذه السنوات التي راكمت فيها العديد من الرواد الذين كانوا يأتونها يوميا بشكل منتظم استطاعت ان تخلق لنفسها داكرة بليمة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة